موسيقى بصبحكم الخير اليوم الثانيين 13 نوفمبر 20 الثاني اليوم الأمر مرافقنا من بوش ترابي بوش العذراء والأجواء الجيدة للأبراج الترابي موالي بوش العذراء الثور وأيضاً موالي بوش الشدي كيف رح بيكون نهارنا مبلش مع بوش الحمل بالنسبة لك اليوم مولو بوش الحمل يمكن في عندك اليوم انشغالات العلاقة بأشخاص داك تتعامل معهم بدك تلحقهم بدهم هن يمكن يتابعوا لك شغلك وبالتالي ضروري يكون في عندك نوعاً من رحابة صدر لتقبل أي ملاحظة أو أي اقتراح الأكثر حظاً 16 و 17 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور بعتبر هيداً نهار مناسب شداً لتصحيح بعض الأمور وخاصة بعض العلاقات يلي معقول تكون نزعجت أو تضيقت فيه الأوني الأخيرة وتحديداً فينا نقول يعني تقريباً بهالأسبوعين الثلاثين اللي مرأوا الجو اليوم مناسب لارتباط لمصالحة لمبادرة وأيضاً للتقدم بخطوة شوي جريئة الأكثر حظاً 27 إلى 29 نيسان أبريل بنتقل لبرش الشوساء بالنسبة لبرش الشوساء هناك رغبة شوي عن مولور برش الشوساء أنه يبتعد ندفي عن كثرة الناس عن كثرة العجقة بيفضل اليوم أنه نوعاً ما يكون بجوهيدي لأنه أصلاً يمكن منه كتير مرتاح على عصابه عصابه شوي اليوم مضطربة بحاجة لحتى يرتاح وهيداً نهار مناسب لحتى فعلاً تخفف شوي عن حالك الضغوط لأنك بحاجة لتخفف الضغوط يلي معقولة أيضاً تكون عم تزداد أو عم تتأزم بسبب مسألة شخصية أو عائلية وبتبقى الأنشط موليد 4-5-6 حزيران يونيو كمل مع برش السرطان الأجواء ممتازة لمولو برش السرطان الذي يتمتع بها القاونة بها الفترة بديناميكية كتير كبيرة بتخليه يكون هو من الأشخاص اللي بقدروا يلعبوا دور كتير منيح كتير حلو بشغلهم بجامعتهم بمدرستهم الجو اليوم مناسب لحتى يكون فيه لقاءات لحتى يكون فيه امتحانات لحتى يكون فيه أيضاً نوع من مواجهات لأنه اليوم ما رح تنقصك للفكرة الأوية ولا الحجة الأوية الزكية ولا أكثر حفظاً رح بتكون موالي 29-30 حزيران يونيو 13-14 تاموز يوليو كمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد ضروري يكون فيه عندك انتباه لبعض المصاريف بعض المصروف ولبعض اللقاءات يلي من دون ما تحسوا تدرى يمكن يكون عم تمتحنك الجو اليوم يمكن يطلب منك أنك تضطر تدفع من جيبتك بعض الأمور يلي ما كنت حسب لحساب يمكن صار عندكم عطل بالبيت أو يمكن حدام من العائلة بحاجة لأنك تساعده ويمكن أنت عندك شي شغل شغل شي بزنس شي شغلة وبتضطر أنه أحد أفراد العائلة يساعدك وبتبقى لأكثر حظاً 19-20 أب أغسطس بكمل مع برشة العذراء لأنه الأمر ببرشك لأنه الشمس دعمتك الجو اليوم عندما أقول برشة العذراء سريع نشيط وبيحمل حل بيحمل حل حليب بيحمل وضوح في الأمور وبالتالي ما غريب أنه بين البالح واليوم يكون عندما أقول برشة العذراء خطوة ومبادرة ونية إذا النية صافية مفروض تكون الأمور عم تتطبق وعم تتنفذ وعم تتوضح بالنسبة لألك خبر بانتظارك وبتبقى لأوفر حظاً 10-11 أيلول سبتمبر بكمل مع برشة الميزان بالنسبة لبرشة الميزان هيدا نهار نوعاً ما بيخليك تكون تحت الأضواء لكن بطريقة منها كتير إيجابية بمعنى أنت بتجرب تتخبى وتختفي ما تكون في الصف الأول وبتعمل عين العقل إذا بتختفي شوي عن الصف الأول تختفي شوي عن الأنظار بعد عن الأضواء بعد عن المجازفات ما تكون رأس حربي ما تنافس اليوم نهار لازم تتضبضب فيه بشكل خاص مولود 6-7-8-9 أكتوبر 21 مكمل مع برشة العقرب بالنسبة لبرشة العقرب هيدا نهار حلو الطل فيه لأنه طلتك كتير حلوة وكتير محبوبة ويبدو كأنه مولود برشة العقرب عنده نوع من جاذبية كتير حلوة تجذب الناس وتجذب الدعم وتجذب حتى التأييد وحتى الأشخاص اللي ما كانوا معك يبدو كأنه اليوم بيلاقوا فيك النقاط الحلوة وبيشوفوا النقاط الحلوة عندك وبالتالي ضروري اليوم تكون عندك دور بناء والأكثر حظنا 30-31 أكتوبر و1-2 نوفمبر 20 الثاني بنتقل لبرشة القوس بالنسبة لبرشة القوس اليوم هو من الأيام الصعبة يلي بتتحدىك يلي بتتحدى الأمور عندك وبتخليك نوعا ما أنه تشوف شو بدك تعمل وتركض اليوم النهار بحاجة لدعم بحاجة لوجود لحضور لتحضير مسبق وقوي وقلع النتيجة بتكون فعلا تراجع وتراجع كتير كبير فكون حذر من هيدا النهار بدك تكون جاهز إذا منك جاهز وبتقدر تأجل أجل إذا أمكن بعض الأيام الأقل حظنا 18-19 ديسمبر كمل مع برشة الجدي بالنسبة لبرشة الجدي نهار كتير حلو نهار إيجابي نهار مثمر من الأيام الحلوية اللي بيبين فيها مولود برشة الجدي كإنسان إداري كإنسان قدير كإنسان ناجح كإنسان قادر أنه شو معطيناه يكون فعلا أدى وينجح بالمسؤولية حتى أطفالكم وأولادكم اليوم هو من الأيام الحلوية بهذا الشهر والأوفر حظنا 29-30 ديسمبر تكمل مع برشة دلو بالنسبة لبرشة دلو هيدا أنهار رح بيتعبك ما أنه من الأيام يلي بسهول فيك تقول اليوم ما بدي أعمل هالشغل الفلاني بالعكس يمكن حتى اليوم بتطلع فيه أمور بتكتشفها أنه قاطع صلاحيتها وليزم تركض وتزبطها وتحسنها قبل ما يفوت الأوان من الأيام المتعبة يلي بتضطر تتعامل فيها مع مؤسسة إدارية بتضطر تتعامل فيها مع أشخاص عندهم نفوذ وعندهم صلاحيات كبيرة وبيقدروا يمرسوا عليك ويضغطوا عليك فتابع الأمور وإذا بحاجة لشخص لجانبك ما تتأخر الأكثر حظنا 27, 28, 29 كانون التاني يناير بكمل مع برشة الحوت بالنسبة لبرشة الحوت الفترة بشكل عام فترة كتير حلوة مشمسة وجيدة لكن فجأة مثل الأحوال الجوية اليوم الأحوال الفلكية بتمرق لنوع من غيمة صيف أو عابرة برحية موجودة وبعد اليوم فحاول ما تنزع حاول ما تنزع يعني اليوم نهار بيطلب منك أنك تكون متأني تكون ألطف تكون مجامل أكتر ديبلوماسي أكتر ما بدنا نكون انفعاليين بدنا نفكر ونعد للعشرة قبل ما يكون في عنا ردة فعل بتبقى الأكثر حظا 26 إلى 28 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة جيدة لأنه هيدا السنة فعلا فيها تسلط الضوء على صفات كتير حلوة عندكيها يلي هي على الأرجح هي القدرة على التفاوض القدرة على مجارية الناس القدرة على النجاح في لعب دور بناء في المجتمع المجتمع المهني المجتمع الاجتماعي المجتمع حتى الدراسي هيدا سنة ممتازة بتبراع فيها نوفمبر ديسمبر أدار مارسا موزيوليو نفضل أشهر إلى اللقاء بكرا أبراج جديدي باي باي اشتركوا في القناة